اهلا النهاردة هوريكم بزاي بعمل الدونتس المحشية خفيفة وهشة ومششة بزيت حقيقي لو انتو جربتو دي الوصفة هتبطل تشتروها من كريسبي كريم من دونكن دونتس دي الوصفة افضل منهم اول حاجة هابدأ بيها هي العجينة مكوناتها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت انا بس عملت نص الكمية هحتاج بيضة وصفار بيضة العجينة بتحب البروتين فاستخدام صفار بيضة هي خلال لكم العجينة حلوة جدا وطعمها مختلف هنا عندي بطاطس مهروسة سلقتها وصبتها 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 على الصفايا عشان اتأكد ان ما فاش كتل وانها تمتزب كويس مع العجينة وصبتها تبرد وهنا عندي مياه هدوب فيها الخميرة والسكر عشان اتأكد انهم شغالين ده هو السكر وعندي حليب حليب كامل الدسم مهم كل حاجة تكون بدرجة حارة الغرفة يعني طلعوها قبلها بفترة وهنا عندي زبدة طرية طلعتها قبل ما اشتغل بفترة فبقيت طرية زي كده وخميرة خميرة فورية جافة وهنا عندي دقيق ورشة ملح هقلبهم كلهم مع بعضهم دوقتي في الحلة بتاعت الستاند مكسر هحط فيها كل حاجة الا الزبدة والخميرة والسكر دوبتهم في المياه اللي لسا ايلا لكم عليها قبل شوية اضيف الخميرة والسكر والمية انا ما كانش عندي وقت اسبوهم يخمروا كتير انتو تقدروا يتسبوهم عشر دعاي هتلاقوا ان الخميرة بدأت يعني تعمل رغوة كده من فوق يكونش لاحلو ايلا بس احط البيض والحليب والبطاطس المهروسة وهنا استخدمت الاتاتشمنت بتاع العقل وحطيت الحلة وبدأت اعقل مهم دي انكم تعقنوا اول حاجة على سرعة اول حاجة منخفضة وتبدأوا تعالوها بالتدريج لو انتو ابتدأتوا بسرعة عالية من البداية لا قدر الله ممكن ينكسر الاتاتاتشمنت فلازم تبدأوا بالتدريج تبدأوا تعالو السرعة بالتدريج لما تمتزك العقينة ويبقى قوامها زي كده هضيف الزبدة حاولوا انكم تمشوا على المقادير متحاولوش انكم تغيروا في المكونات علشان تديكم النتيجة الحلوة زي اللي طلعت معي وبس هخليها تعقن يعني كويس كده عشر دقايق لو انتم عندكمش الستاند ميكسر اعقنوها بيدكم بس انا مش بحب اعقنها بايدي لانها بتلزق يعني دي العقينة بتلزق لازم يكون قوامها زي كده ولازم تكون بتلزق عقينة دونت بتلزق شايفين ازاي تقريبا اخدت مني في الستاند ميكسر عشر دقايق وهنا لازم تكون تنتهوا كده مع عقينة ملساء سطحها ناعم ده هنتهى شوية زيت وخليتها في طبق هنا التخمير مهم جدا اول حاجة هتسبوها تتخمر ساعتين في درجة حرارة الغرفة وبعدين هتدخلوها التلاجة طول الليل وبعدين هتطلعوها قبل بساعة من وقت اللي هتشتغلوا في الدونتز فالتخمير طول الليل بيفرق قوي بيديها طعم احلى دي وقت للتزيين هستخدم شكولاتة بيضاء حطيتها في محضرة الطعام لغاية ما بيئت كده وسكر وارفة هغطي بيهم اللي هحشيهم بالنوتلا وبسكوت دايجستف هطحنوا وهندي هنا شوكولاتة بيضاء هدو بها ونوتلا هحشي بيها وزيت شوية زيت اخفف بيهم الشوكولاتة وهنا عندي كراميل الدولسي دلاتشي هو النوع الكراميل المفضل عندي هتلاقوه في المحلات يعني في السبر ماركت لو ما قلتوش في السبر ماركت تقدرو تعملوه في البيت باستخدام علبة حليب مكثف محلة حطوها في حالة ضغط مليانة مية وخلوها ساعتين على النار هتديكم مقام زي كده بس ما تفتحوهاش إلا لما تبرد تماما لقدر الله ممكن تنفقر وتسبب حاجات شنيعة فخلوه بالكو ما ينفسكم وهنا قطعت شوية ورق زبتة أو برشمنت فيبرز هحط عليهم الدونتز وقهست كمان الواير راك أو الشبكة اللي هطلع عليها وكمان القطعة الدائرية لو ما عندكمش قطعة دائرية هوريكم طريقة بعد شوية هنا الشوكولاتة دوبتها وضفت لها الزيت وهنا هطحن البسكوت لغاية ما يبقى زي الرمل تقدروا تستخدموا بسكوت لوتس تقدروا تغيروا في الحشوات تحشوها كاسترد تحشوها لوتس تحشوها مربة اللي انتو عايزينو دي العجينة بعد يوم كامل في التلاجة رشت السطح اللي بشتغل عليها دايق كويس دي العجينة بتلزق فلو ما رشتوش دايق كويس هتلزق في السطح اللي انتو بتشتغلوا عليها هفريدها بسمك لازم تكون سميكة وبعدين هقطعها دوائر لو ما عندكمش القطعة الدائرية تقدروا تعملوا كور من العجينة تكوروه وتحطوها علي ورق الزبدة وتسيبوها تخمر والعجينة الاطراف هتلموها وتسيبوها علي 10 دقايق وبعدين تشتغلوا فيها داني وتقطعوا منها دلوقتي احطيت الدونتس على ورق الزبدة وسبتهم يرتاحوا 20 دايئة ما تسيبوهوش يرتاحوا اكتر من 20 دايئة هاي لما تيجوا تقلوهم هيعملو لكم طبقة سميكة اوي من تحت وطبقة رفيعة من فوق مش هتطلع زي الدونتس بتشتروها من بره هنا بعد ما حطتها في الزيت الزيت انا جربت درجة حرارة 170-160 الناس بيقلو عليها بس انا لقيت انها سخنة اوي ومش بتديني النتيجة بتاعت الدونتس اللي انا عايزها بتخليه معجن من جوه فانا قلت على درجة حرارة 120 لو ما عندكم مش ترمو متر تتأكدوا من درجة الحرارة استخدموا معلقة خشبية دخلوها في الزيت لو لما يكون حواليها فقعات صغيرة يبقى كده درجة حرارة الزيت مزبوطة وقبل ما قلبها كنت باستخدم المعلقة اني احط شوية زيت عليها بتخليها تنفش وبتخليها تحفظها لشكلها الدائري الجميل لو انتوا ايزين تغطوها بالسكر والارفة اه غطوها بالسكر والارفة وهي دافية لو هي كان بردت وقيت واتغطوها بالسكر والارفة مش هييلزق فيها السكر والارفة هنا عملتلي تسع حبات بس احنا اكلنا واحدة وحنا بنصور فلو عملتوا الكمية كاملة هتعملكم اه 18 حبة زي ما انتوا شايفين غطت نصهم بالسكر والارفة عشيهم دول نوتيلة واللي ما غطتهمش هحشيهم كراميل يعني حشوة الكراميل رهيبة رهيبة لو انتوا هتعملوا وقربوا حشوة الكراميل يعني حاجة خيال بس اول حاجة قبل ما تحشووا باستخدامة شوبستيكس او ستراب بتاعت العصير حاولوا انكم تفضوا المساحة اللي قوة علشان تعملوا اكبأ عشان تملوها باكبر قدر ممكن من الحشوة يعني مين منش بيحب دونال تسمحشي كتير ولو ما عندكمش الالة دي تقدروا كمان تستخدموا بتاعت الاستصاد العلبة بتاعت الاستصاد وهنا بوريكم وانا بزين اللي عملتهم بالكراميل حطتها اول حاجة في شوكولاتة بيضة وحطت نصها شوكولاتة بيضة ونص التاني بسكوت وبس كده اتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنسوش تسلولي تطبيقتكم على الانستجرام اخللكم اسمه في صندوق الوسط وبس كده اتمنى يكون عجبكم الفيديو باي موسيقى